السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كمية زيت محرك الاثنان الصفر الصفر السيارة ماتسو بيشي موديل الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين كمية زيت محرك الاثنان الصفر الصفر السيارة ماتسو بيشي لجميع الموديلات من الفين وعشرين الى الفين وثلاثة وعشرين هي سبع فاصل اربع لتر من الزيت الاصطناعي ويفضل استخدام زيت بدرجة لزوجة خمسة دابليو شرطة ثلاثة صفر او واحد صفر دابليو شرطة ثلاثة صفر حسب الظروف الجوية ويمكن تغيير زيت المحرك كل عشر اف كيلو متر او كل ستة اشهر ايهما يأتي اولا فيما يلي تفاصيل كمية الزيت لكل موديل موديل الفين وعشرون سبع فاصل اربع لتر موديل الفين وواحد وعشرين سبع فاصل اربع لتر موديل الفين واثنين وعشرين سبع فاصل اربع لتر موديل الفين وثلاثا وعشرين سبع فاصل اربع لتر يجب التأكد من استخدام الزيت المناسب لمحرك السيارة ويمكن التحقق من نوع الزيت المناسب من دليل المستخدم الخاص بالسيارة زيت محركات سيارات ميتسو بيشي كمية او مقدار الزيت المراد ملؤه اعتمادا على حجم وسنة تصنيع محركك رقم زيت محركات ميتسو بيشي لسيارات واحد صفر شرطة اربع صفر او خمسة دابليو شرطة ثلاثة صفر فيما يلي تفاصيل كمية الزيت لكل موديل ساعة المحرك 2 لتر من 1986 إلى 1994 لتر خمس ساعة المحرك 2.5 لتر من 1986 إلى 1995 شينونكس لتر ساعة المحرك 2.5 لتر إصدار من 1996 إلى 6.7 لتر ساعة المحرك 2.5 لتر من 1997 إلى 2005 من 5 إلى 5.4 لتر ساعة المحرك 2.5 لتر من 2006 إلى 2013 سبع فاصل 4 لتر ساعة المحرك 3 لتر من 2001 إلى 2002 خمسة فاصل 2 لتر تجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل تصريف أو تغيير الزيت يكون محرك دافئ وليس سافنا وليس باردا بل دافئا سيسمح ذلك بالتخلص الكامل من الزيت القديم ينصح بتغيير الزيت كل ثماني آلاف كلمتر بعد تغيير الزيت نوصي ببدء تشغيل المحرك وتركه يعمل لفترة من الوقت وبعدها إعادة قياس الزيت فيما يلي بعض النصائح لتغيير زيت المحرك أترك المحرك يبرد قبل تغيير الزيت أحضو حاوية لتصريف الزيت القديم استخدم مفتاح فك زيت المحرك لفك غطاء الزيت أترك الزيت القديم ينزف في الحاوية استبدل فلتر الزيت أضف الزيت الجديد إلى المحرك قم بتشغيل المحرك لبضع دقائق للتأكد من عدم وجود تسريبات يوصى بتغيير زيت المحرك وفلتر الزيت بانتظام للحفاظ على صحة المحرك وكفاءته للعثور على المعلومات الدقيقة حول كمية زيت المحرك المطلوبة للموديل الخاص بك يفضل دائماً الرجوع إلى دليل المالك الخاص بالسيارة الذي يقدمه الشركة المصنعة ستجد في هذا الدليل جميع المعلومات الضرورية حول الصيانة واستدال الزيت والكمية المصبها ونوع الزيت المناسب لسيارتك